نقول بسم الله احنا بنتكلم على موضوع اسمه Token Based Authentication التوكن Based Authentication للخص اللي احنا قلناه الفكرة كلها بتاعته ان الابي ايز لو دخلنا فتحنا البروجيك اللي هكونا نشغلين عليه اللي هو كان على C Group1 API إنه ملف الملف ده في الحقيقى كنا مقدمين فيه شوية خدمات اللي هي عرض كل ليهينات الطلبة وSabes وكنا عاملين Post وكنا عاملين PUT وكنا عاملين DELETE اللي هي العملات اللي احنا نسميها CRUD اللي هي CRUD العملات الاساسية من اضافة التعديل اللي حاس في البحث على البيانات ويجربنا نسيرش بالأدرس ويجربنا حاجات كده جميلة طيب كل العملات دي كانت جميلة جدا المشكلة فيها فين؟ المشكلة فين حقيقة عشان نفهم المشكلة الدرس اللي احنا عزين نتكلم عنه او الموضوع اللي احنا عزين نتكلم عنه لو انا دخلت على LIST STUDENTS يعني لو انا جيت اقوم الكلام ده يعني هاي عال TERMINAL واقول له NEW TERMINAL كده واقول له ان احنا في عالسيج و GROUP 1 API انا عايز اقول له يانود شغال STUDENTS .JS ولما اشغلته كده خلاص هقدر هنا مثلا في URL اللي فوق اقول له LOCAL HOST على 4 ثلاثات ولا كان كام تأكد هنا السيربر كان قام على كام نشوف ليه البورت بتاعنا البورت كان بتاعنا كان 8080 اقول له لا على 8080 اقول له انا عايز اروح لLIST STUDENTS اه لما روحت جاب لي فعلا بيانات الطلبة اللي موجود عندي تمام جاب لي البيانات من الداتابيز بتاع الطلبة اللي موجود عندي هل؟ اي حد دلوقتي لو انا مبابلش يعني شايل كلمة LOCAL HOST وحاول ما كانت www.misharif.com مبابلش واي حد دخل على .LIST STUDENTS هيتلع له الDATA دي اه هل ده صح؟ لا ايه الحل؟ هو ده الكلام نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي البروبلم دي تتحل ازاي؟ خلاص؟ طيب هو ده موضوعنا اللي حد نتكلم عليه ازاي مفتحش الكلام ده غير لللي لحقوه وازاي امارس ان انا اتابع الحقوق من خلال الـ Token Based Authentication الاول مبدعيا لو رجعنا على الـ DATABASE بتاعتنا دي الـ DATABASE بتاعتنا دي اصلا اسمها DB Group 1 صح؟ فلانا لو رحت على الـ DATABASE المونجو DB COMPAS هادي الـ DATA بتاعت الـ DATABASE ماشي؟ نفترض ليه يوصل للبيانات دي يكون يوزر موجود عندي فهكريت COLLECTION الـ COLLECTION ده اسميه يوزرز مثلا عاصل المثال الاسمه يوزرز ده ده اكله table انا هنسيت فيه document هقوله انا عندي اليوزر name وليكن عندي اليوزر اسمه admin وعندي pass وليكن اسمه admin123 وعندي الـ name اسميه مثلا عادل وعندي الإيميل وده مثلا هقوله عادل صبور add gmail.com خلاص وليه يكون ده جدول اليوزرز اللي ليهم حق يخشوا واخد منه copy كده هاخدت منه copy عشان انسيت نالو جديد وقم تقايل مارم والبصود بتاعها 1 2 3 والاسم والميل مثلا وعندي insert و مثلا شايماء 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 وحثين ثلاثة ودي name شايماء ودي الـ email شايماء جيميل مثلا هدي ثلاثة يوزرز هم دول الناس اللي ليهم حقوق انهم يخشوا وخلاصنا فالمفترض ان انا اشيك الـ user name و الـ password واشوف هل لي حق يخش ولا هعمل لي طيب كلام جميل الوضع اللي هو العادي الوضع اللي هو العادي ان انا لازم يوصل الـ user name و password قبل ما تنمي العملية دي انا عملت مونجو connect مثلا بسيبك من الدليل يتخنف مثلا في عرض بيانات الطلبة على سبيل بتتعرض من اي حتة اللي هي list sonnets عمل connect الراجل ولو فيه error بيطلع error إلس يبقى فيه connection سليم بيبدأ بقى يسيلكت الـ database وبعد كلا بيدور على بيانات الطلبة قبل ما بدور على بيانات الطلبة انا ممكن افتح الـ database ودور الاول على user name و password بتوعه لو كان user name و password تمام ومسمح لهم افتحه وخليه عرضه بيانات الطلبة ما كانش هرد عليه وقول له انا اسف لان كده الكلام ده ما ينفعش لان كده الكلام ده ما ينفعش وخلصنا فلو عايز اعمل كده بالطرقة الاولانية المعتادة اللي هو اول حاجة authenticate username and password authenticate بـ username and password اعمل ايه؟ ببساطة جدا قبل ما عايز اعمل كده فانا ممكن بعد اذنكم عشان ما نلغبطش الـ versions وما نلغبط لكمش الـ code ممكن اخد اب ضجت دي كده زي ما هي الجميلة دي واروح تحت خالص اعمل paste بقى نسخة جديدة هسميها abi2 على list assurance بعد تبقى دي كده العنوان ده ده بقى اللي فيه الـ authentication اللي هو abi2 على list assurance وتعالى بقى نلعب هم بعد ما عملنا select database انا عاوز اعرف query الـ query ده بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها قبل كده الـ query ده هيبقى عبارة عن جيسون فيه حاجتين لازم استقبل user name استقبل user name and and password وشيك عليهم في الـ database عندي قبل ما اسمح له ان يشوف الـ data بتاعت list assurance فالـ query عندي بكل بساطة هيبقى على user وقيمة الـ user name قيمة الـ user name احتيجي من الـ request اللي جايلي مثلا الـ headers of user خلاص كنا عملت ايه؟ قلت الـ user هيجي من الـ request.headers اللي اسمه user وده اول قيمة قيمة التانية الـ password والـ password وده جاي برضه من الـ request .headers of pass يبقى انا كده المفترض اتفهم ان انا هيتبعتلي حاجتين user name و password هجبتهم ده query بعد كده هستخدمهم هما اللي اتنين في ان انا سيرش جوا الـ database بتاعتي هما لهم حق او لا فهم اقلوا مثلا group one ده اسم الـ database بتاعتي dot collection الـ collection الـ collection المرة دي ما اسموش students انه اسمه users وعايز افايند بس مش هجيب كل الناس لا انا عايز افايند بالكويري اللي انا ابعته اللي هو عبارة عن الـ json file اللي في username and password وي هحوله الى dot to array عبارة عن function الـ function ممكن ترجعلي error او تجيلي present وهذه الـ function بتاعتها تمام طيب نفس الكلام لو كان فيه error say error هقوله if انه ه regon كل يلي محتاجه من سيادتك هترتير في الـ response او هترتير هترجع او حتعمل في الـ response ، فى الرد هتجيسون هترد بجيسون هو عبارة عن حاجة اسمها سكسيس وديها قيمة فولس كومة و ارور وقل له وابعت له الارور يبقى انا كده رديت بجيسون لو كان فيه ارور رجع لي جيسون قل لي سكسيس فولس يعني عمليه ما رجحتش وطلع لي ارور وقل لي ايه هي ارور مسج خلاص طيب اف ارور خلاص هيريسون في ضد جيسون والموضوع انتهى طيب عدى السطر ده عدى السطر ده معناها ان الراجل مفيش ارور معناها انه مفيش ارور طب مفيش ارور هتعمل ايه تقولوا حلو جدا يبقى فيه ريزت يبقى فيه ريزت وارد وارد اليوزر نيم اسمه اكس والباسود اسمه y فيروف الاتابيس يدور على اكس وواي ما يلاقيش ده ده مش ارور خدوا بالكم ده مش ارور الارور انه يبقى فيه خطأ لكن لو دور على يوزر نيمو باسود وملأهم شي فده عادي هيجيب لك النتيجة فاضية هيجيب لك النتيجة ايه فاضي انا ممكن اهو اوريكم عشان افهمانكم ادي ريزمونس خلانا نطبع جيسون الرزل مش الرزل دي جاي انا طبعتها هاي في الرزمونس ماشي طبعتها هاي عادي جدا تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل هنا قبل ما يخش على الارور ويجيب لك الداتا ولا ما يجيب لكش الداتا ولا الكلام ده كل ماشي طبعا الشغل بقلي كان معمول في الفونكشن بتاعت ان هي بتجيب بيانات الطلبة تعالوا نواقفها دلوقتي مش محتاجينها تعالوا نواقفها دلوقتي بيانات الطلبة مش محتاجينها انا عايز بس هتست حتة ايه ان هو بيخش الوزر نيمو باسورد ولا لا والدنيا تمام ولا لا وديه طبعا اللي هي list students فانا لو روحت نرجع تاني احنا وقفنا لكن احنا بس جربنا حكاية اليوزر بس هيطلع error ويقول لي success false ولا هيطلع النتيجة اللي هي المفروض المفروض يعني في else يعني بنجربا نعملها المفهومة تعالوا نعمل ايه نعمل rerun الدا هنعمل control c وارجع عمل rerun عشان يشوف الكود الجديد تعالوا ندوس على list students ندوس enter واجب التثة كما هين ها لان احنا غيرنا احنا عندنا الوقت يعني مش شغلين على احنا مش شغلين على هنا اقال لي نفي عندنا مش كده في السيرفر group one students سطر نعمل نماشي وعلق ممكن نعمل control c نرجع تاني نرن الملف ونخش تاني هنا عمل load وقال لي مش عارف اقوم اقوم ليه برضو اه في response dot json مش قادرة تحدث مباشرة ليه عشان عشان response dot end بس يعني المفروض response dot json تشتغل ده response ده رد في response dot json بس ممكن نخليها response dot write وطبعا طالما رأيه يبقى لازم نرأيه string يعني لا اسف اصلا هو اصلا طب مانيش يعمل control z ده كده والجسم اقلود انا احط success false و error هبعت error dot message control s ممكن تكون ده هي بس اللي كانت معلقة معاه تعالى تاني نعمل الفلش هنا هالي برده نزعلان هو مش شارك response dot json ماشي هقوله response dot write التكست ده وانا انا عايزة احوله الى json وانا عارفين طبعا json dot string فال للتكست ده وهنا برضو هنا dot write وهنا في الاخر طبعا هقوله response dot end عشان ايه ينهي الجلسة ديت او ينهي الرد الان وارجع هنا اشغل من جديد اللي url بتاعي ما دخلنيش وقاله refused to connect و check connection ومش عارفين طيب هالي برضو response dot json انترون فين response dot json نحن ما عندناش response dot json لود موجود علينا ناشها او التوقول عليها موجوده اي حتة في الفايل موجودة في اي حتة في الفايل فهو ازعلان ليه؟ آآ مفيش مشكلة سطر 200.7 يعني هنا هنه هو شايف 섭ونس.json في سطر 200.7 ساطر 200.7 RESBUNS.write صحيح؟ طيب ماشي يعني ممكن يكون كان لسة ما حسش بالتجديد ده بارجع هنا تاني اقوله نود شغل لستولينس قال لي على طول من قبل ما رن قال لي فيه بس كوس ناعس طوله ماشي كوس ناعس دي حاجة بسيطة بعد ما ضفت ال string file صحيح ده كوس ال string file وده كوس الايه response.write طول ده syntax error يعني خطأ في الكتابة طوله كده رونيت node disturbance ما مش مشكلة تعال النادي عليه من هنا ما ردش عايه بقى فيه رد هنا على طول تنازل للرد اللي هنا قال لي بساطر 207 response to write is not a function يا راجل اه اه اصلا اصلا فيه خطأ رهيب هنا لاحظتهم اه اه اشغل try catch في try catch طيب ادي ال response بتاعنا ماش عارف هو ليز علان بدل response.right هقول له response.end يعني نكتب وينهي في نفس الوقت ما نشوف المشكلة دي ايه نرجع هنا refresh تمالنا error على طول هو كده مش شايف ال response من اساسه هو كده مش شايف ال response من اساسه طيب ماشي دي نرجع كده هتلاقي فيه قوس او حاجة احنا عاملينها نكويها الدنيا معها دي فانكشن بتاعت الكويري بتعمل find type لو انا قابليها لو انا قابليها يعني قابل السطر ده اللي معلق معي تموقفه ومتطالع قلت له معلش response response dot اه بس خلاص لقطها لقطها من غير ما اجرب لقطها من غير ما اجرب تشابه اسماء لو لاحظتم هنا هو الرس ها هو ففيه رس هنا ده result تشابه اسماء معه مع الرس اللي هو response الرد حظنا احنا متعاودين نكتب دي result كانش احسن مشكلة حقا لابنها رس فتشبهت مع رس فلما جيت استخدمها جوه هنا هو قرب لمين للرس الاقرب للفونكشن هاي فده البرامتر بتاعه فهو اخرص فيهم ده فالرس دي result دي نتيجة فمش لاقي فيها .write ولا .json لو رجعنا الاصل الكود هنلاقي بس من الغلطة كانت كده يعني لو انا رجعت الاصل اللي انا كنت كتبه في الاساس اللي هو وعليشي وهشيل كل وهارجع الاصل للموضوع تعالي نشوت بقى المرادة هيقول لي برضو ما فيش حاجة اسمها جيسون وكان هون بس انا رجعت الاصل الكود اللي كنت كبه من اللون بس حاجة واحدة غيرتها بدأ الرس ورس انها بقت ودي رس اللي هي رس الرد لان ما اكربتها انا مش اخد بالي رس عطول فتشابت الاسماء فبما انها كده فونكشن فهو شايف ان رس اللي هي النتيجة اللي راجعة انت مش لاقي فيها حاجة اسمها جيسون ولا حاجة اسمها الكلام من ده وعما يطلع اخطاء وده كان حقه تعالى بقى نرجع تاني نقول له ناخدو ان يا نودل وتعالى نعمل ونشوف في ايه تاني وانا تطلع قالي ماشي قالي ماشي ومش اخاصة اذا مش كلها بس الان انا بجيت هحول جيسون معرفتش تقوله قلب أكيد اللي هو اللي هو لتحت ده اكيد اللي هو اللي ايه لأنه ليس جيسو هذا ليس جيسو هذا ليس جيسو حسنا كات باب ولكن هذا النتيجة يمكن أن تكون ليس جيسو ليس جيسو ليس مشكلة طيب تعالى ثاني ادي نود وارجع اعمل فش نشوف اللي بعد كده ايه ونصلحه قال لي طيب في مشكلة في حاجة اسمها شان كارجمنت بسبب اللي سترينج اللي جايلي اللي سترينج في السيرفر الريسبونس في الرب بتاعي كان في مشكلة سطر 208 عندي في مشكلة ريسبونس اه لأننا هنا بقول ريسبونس.إطباع للرس ما غيرناها خلاص 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 اسمناها result احنا اسفين يا رايز ما عايش وبردو نفس الغلطة اللي احنا غيرنا الاسم غيرنا المسمى بتلو ما عايش نود رن اللي سيرينج اه اللي بعده قال لي ما عايش مشكلة قال لي برضو سطر 208 بتلو ما قال له سطر 208 في الريسبونس دوت اند بالرسابت اطبع الرسابت اللي جاي لك المشكلة في كده موسيقى 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 موسيقى